موسيقى كنا تحدثنا منذ قليل على أن المؤشر البي ام اي المؤشر المجتريات الخدمي فليا تراجع بحسب S&P ولكن عندما ننظر إلى البيانات من الاسم من معهد التزويد الصناعي الصورة هنا مختلفة لأن هذا يشير إلى ارتفاع للشهر الثاني على التوالي في أغسطس وخصوصا مع الارتفاع الذي نشهد أو النمو في الوظائف والتحسن الذي شهدناه في سلاسل التوريد وتراجع الذي نشهده أيضا في الأسعار وهذه الأرقام تشير إلى أن الاقتصاد الفعالي الأمريكي ليس في ركود وبالفعل هي تناقضات نشهدها اليوم في البيانات الاقتصادية في الأوين الأخيرة بالنسبة لتفاصيل هذه الأرقام معشر الاسم الخدمي وغير الصناعي يأتي عنده 56.9 يتفوق عن الأرقام السابقة عنده 56.7 ويأتي دون فوق التوقعات عنده 50.1 بالنسبة للنشاط فيها الأعمال 60.9 هذه القراءة حتى أعلى من القراءة السابقة بالنسبة للتوظيف الذي شهدنا فيه تباطؤ في أرقام الشهر الماضي هذه المرة يشير إلى نمو في الوظائف 50.2 الطلبات الجديدة أيضا مرتفع عند 61.8 وأخيرا الأسعار المؤشر يتراجع من 72.3 إلى 71.5 هذه الأرقام تأتي معاكسة للرقم الذي جاء من S&P وبالتالي يعطي صورة متبينة نوعا ما أما بالنسبة لأسواق الأسهم التي تتفاعل أكثر مع مؤشر الاسم يبدو بأنه كما تحدثنا عند إفتاحية وول ستريت بأن الأخبار الإيجابية أصبحت تعتبر منذ فترة سلبية بالنسبة لأسواق الأسهم وهذا ما نشهده والحاليا تراجعات على الداو جونز بنصف النقطة الوئوية وعلى الـ S&P 500 أيضا بنصف النقطة المئوية الإضافية دعونا نذكر بأبرز عنوين بلسات العالم بعد ثلاثة أسابيع من الخسائر المتتالية المؤشرات الأمريكية تستمر بالانخفاض ومؤشر البيام آي الخدمية الأمريكي الصادر من آي اس آم يشير الارتفاع للشهر الثاني على التواري الاستليني يتماسك قرب مستويات الدولار و 16 سنتر من توقعات دويتشا بانك بدخول العملة البريطانية في أزمة مع تولي ترس رئاسة الوزراء الغاز الأوروبي يفقد 7% من قيمته في جلسة اليوم وشركة يونيبير الألمانية تتوقع اضطرابات أكبر في السوق مع توقف الامدادات من موسكو بابوزباقين تعتزم طارح أسهم بورشي في الأسواق بنهاية الشهر الجاري لتكون بذلك أكبر إدراج أولي دويتشاة الوزراء أكبر إدراج والخسائر تكبر الآن مع تراجع الـ S&P 500 بـ 18 نقاط المئوية أسهم التكتنوجيا تقود النازدك إلى تراجعات بأكثر من 1 في المئة وهذه التراجعات تزداد بعد صدور بيانات الـ ISM والسؤال كيف من الممكن أن نشهد إغلاق هذه الجلسة في وضع تقلبات كهذا S&P 500 يفقد مئتين نقطة هذه أسهم التكتنوجيا الآن التراجعات بين الأسهم الكبير هي بقيادة أمازون بـ 18 نقاط المئوية ولكن أيضا متابلاتفورم وألفابات تشهد خسار بأكثر من 1 في المئة بالنسبة لـ قد يكون من العامل الأساسي أيضا يوم من التراجعات هو الارتفاع على عوائد السندات الأمريكية عوائد السنتين الآن تتجاوز 3.5 في المئة خلال هذه الجلسة ارتفاعات نشهدها بحوالي 10 نقاط أساس ونحن تقريبا عند أعلى مستويات شهدناها كانت الأسبوع الماضي أعلى مستويات شهدناها كانت عندها 3.55 في المئة نعود لنقترب من هذه المستويات التي كانت فعليا هي الأعلى منذ عام 2007 وبالتالي قد تكون أيضا من العوامل التي تضغط على الأسهم الأمريكية أعد بحذر شركة الطاقة الألمانية يوني بيربي في من أن الأسوأ لم يأتي بعد لتزيد من مخاوف بشأن إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار ارتفاع الأسعار يوني بيربي أكبر مستورد للغاز في البلاد تعاني من انخفاض تدفقات الغاز خاصة بعد إيقاف شركة غاز بروم الروسية تدفقات لأجل غير مسمى إلى أوروبا عبر خط أنبيب نورد ستريم ون إعلان غاز بروم يأتي بعد إعلان مجموعة السابع الموافقة على خطة لوضع صقف على سعر النفط الروسي وقال وزير النفط الهندي بأن معظم إمدادات البلاد من الخام في المستقبل القريب ستأتي من دول الخليج وأكد بأن واردات الهند من النفط الروسي قد ارتفعت إلى أكثر من أربعة أضعاف لتتجاوز الأربعمائة ألف برميل يوميا في شهري أبريل ومايو بفعل ارتفاع الأسعار لكنها هبطت في يوليو فيما سجلت صادرات الخام من السعودية زيادة إلى الهند في يوليو بأكثر من 25% بعد أن خفضت المملكة سعر البيع الرسمي في يونيو حزيران ويوليو تموز ورغم أن واردات النفط من روسيا انخفضت في يوليو عن مستويات يونيو ظلت موسكو الثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند بعد العراق بالنسبة لأسعار اليوم الخامات فعليا ما نشهده هو التراجع على خام برنت بأكثر من 2% خلال هذه الجلسة 93 دولار و 6 سنتات على خام برنت هذا يأتي بعد المكاسب التي شهدناها في جلسة أمس جلسة أمس كان الإعلان عن خفض أوبيك بلس مستويات الإنتاج بـ 100 ألف برميل يوميا شهدنا الأسعار ترتفع من بداية الجلسة كانت عند 95 دولار و 70 سنت شهدنا الارتفاع إلى أو عفوا كانت البداية عند 93 دولار شهدنا الارتفاع إلى حوالي 97 دولار ولكن اليوم تقلص تقريبا كل المكاسب التي شهدناها خلال جلسة أمس المخاوف تبقى أيضا حيالة مسألة الطلب وليس فقط العرض وخصوصا مع العلقات التي نشهدها في الصين أما بالنسبة لخام تاكسس الخفيفة اليوم حالة من الاستقرار هذا قد يكون أيضا الفارق في الأسعار ما بين برانت وتاكسس هو انتجت أيضا تسليمات تسليمات خام تاكسس هي أكتوبر للعقود الأجلة الحالية أما بالنسبة لبرانت هو نوفمبر على كله نذهب إلى سبانسر والش وهو مدير في مواركت أهلا بك سبانسر مانا يعني بعد قرار أوبيك بلاس بخوف مستويات الانتج شهدنا ارتفاع لا بأس به في أسعار النفط ومن ثم اليوم نشهد تراجعات خلال الجلسة هل وكأن السوق حولت حولت اليوم توجيه الأسعار من العرض إلى الطلب؟ أنا من جاية حدث إليكم ووجودي ما كن في البرنامج أعتقد أن الواقع هو أن الإعلان لأوبيك بلاس أمس وذلك بتخفيض الإنتاج بحوالي 100 ألف برميلة يوميا في الواقع هذا أمر بسيط وأعتقد أن الأسواق تدرك ذلك ولذلك ارتفاع الأسعار كان بسيط جدا وقد انعكسها اليوم وهذا لأن أوبيك بلاس تنتج فعلا مليوني برميل يوميا أقل من مستهدافتها وأعتقد أنه بتخفيض الهدف أعتقد أنه أمر لا يهم ما الذي ينتجونه يعني ترى بأن سبانسر ما شاهدناه من منظمة أوبيك هي رسالة ليس أكثر بأنه سنستمر في التحكم في ديناميكية هذا السوق ولكن اليوم ننظر إلى أسعار الغاز تقلبات حادة عليها طبعا الأسعار مرتفعة بشكل كبير والأزمة مستمرة في أوروبا هل هذا سيكون له تأثير كما شاهدنا في السابق على أسعار النفط أم لم تعد مسألة الغاز تؤثر على أسعار النفط أعتقد أن أزمة الطاقة كما قلت من قبل تتعلق أكثر بالغاز والكهرباء أكثر مما تتعلق بالنفط فيما تعلق بما إذا كان سيكون لها أثر نعم سيكون لها أثر ولكن الأثر لن يكون ضخما إذا على الرغم من أن المستهلك يمكنه هو الانتقال من الغاز إلى النفط إلا أنه سيقوم بذلك بعض الأشخاص يقومون بتدفئة منازلهم وبعض المحطات وبعض المصافي كان لديها القدرة على نقل الاستهلاك ما بين النفط والغاز وبالتالي هذا يعني أن استهلاك النفط والطلب عن النفط سيرتفع قليلا ولكن هذا سيكون له أثر بسيط على النفط وضيق السوق أكثر بكثير أو يتعلق أكثر بالغاز ويؤدي إلى ما كنا نتعود عليه طيب اليوم يبدو بأن الملف الإيراني النووي لم يعد بنفس التفاؤل الذي شهدنا منذ يومين تقريبا مع ذلك الأسعار اليوم تتراجع بأكثر من ثلاثة في المئة بالنسبة لخام برينت بدأنا نتحدث اليوم عن أبرز الملفات التي تنتظرنا لمعرفة كيف ستكون التوجهات بالنسبة لأسعار لأنه إذا نظرنا اليوم إلى السعر الحالي فهو متراجع تقريبا بأكثر من مستويات الجون بحوالي 24% نعم أعتقد أن القضية الرئيسية على المدى القصير في الوقت الحالي وشهر القادم على الأرجح هي موسم الأعصير وكيف سيؤثر ذلك على إنتاج الخام لا سيما في خليج المكسيك وفي السنوات الماضية كان لذلك أثر كبير وتأثير على تحديد الإنتاج في الأسواق ودعم أسواق النفط أنا أتفق أن إيران ليست وضعا قصير الأجل والمفاوضات لا تزال مستمرة قد يكون هناك أيام جيدة وأيام سيئة وفي S&P Global نعتقد أنه سيكون نسبة كبيرة من النفط الذي سيتي إلى الأسواق ولكن ليس بحلول نهاية عام 2022 وبعد ذلك العنصر الثالث الآخر هو كوفيد والذي لا يزال موجودا ولم ينتهي بعد وهناك مخوف تتعلق بشتاء النصف الشمالي من الكوكب وما إذا سيكون هناك أي متحورات جديدة أو أن اللقاحات سوف يتم إدارتها وتوزيعها كما نعلم الصين لا تزال حذرة جدا فيما تعلق بكوفيد حيث أن لديها سياسة بعدم تسامح مع كوفيد وهي سياسة صفرية وهناك أيضا الكثير من الحدود على النمو الصيني وعلى الطلب على النفط سبينسر ويلش مدير في IHS ماركت شكرا جزيلا لك شكرا لك بحسب جولدمن ساكس اليوم يرى أيضا بأن الفواتير الكهرباء في أوروبا سترتفى بحدود الاثنين تريليون دولار في بداية العام القادم وهنا نتحدث عن فاتورة تشكل حوالي 15% من ناتج المحلية الإجمالية للقارة الأوروبية وعلى هذا الأساس اليوم جولدمن ساكس يرى بأنه لكي قد تكون فرصة استثمارية في الشركات الطاقة المتجددة التي فعليا شهدت هي تراجعات أيضا في أغسطس كباقي السوق ولكن عندما ننظر إلى أداء هذا القطاع منذ بداية العام فإنه بلا شك أفضل بكثير من أداء السوق إذا أخذنا معيار الستاكس 600 الذي هو أصلا متراجع بأكثر من 15% منذ بداية هذا العام هل سيكون من أفضل الاستثمارات للخمس سنوات القادمة من الصعب معرفة ذلك؟ ولكن جولدمن ساكس يرى بأن هذا القطاع قد يكون فرصة استثمارية ومشهدنا إلى الفاصل قصير ومن ثم سنعود لمتابعة أبرز ما يحدث اليوم في السوق وما يحدث في أسواق العملات واليورو الذي يعود ليختبر مستويات متدنية جديدة مع كسره من جديد لمستويات 99 سن والاستليني يقلص جميع المكاسب الصباحية التي شهدناها واليان يستمر في التراجعات الحادة نتابع أسواق العملات بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة